تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والوجهاء والعيان والمحافظين وأعضاء المجالس البلدية وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمواطنين وقد عرب الجميع في برقياتهم عن أطيب تهنيهم لصاحب السمو الملكية ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يعيدها على سموه عواما عديدة بمنفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وعلى شعبها الوفي بمزيد من التقدم والزهارة مشيدين بالإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر